تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات أول اجتماعاتها اليوم وذلك بعد صدور القرار الجمهوري بتشكيلها قال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف إن الاجتماع سيناقش اتخاذ خطوات تتعلق بإجراء الانتخابات التكملية لمجلس النواب على مقعد جرقا بعد وفاة النائب الممثل للدائرة مضيفا أن الاجتماع سيتضمن اختيار ترشيحات رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ليتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لصدور قرار جمهوري باسم رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة من بين هذه الترشيحات